أحمد فتال يا رزان بهمني أعرف بالدرجة الأولى أنت شو اللي فوتك على مجال الكريتر إيكونومي بالبداية تزامناً مع نهضة يوتيوب لنقول عم نحكي نحن عام 2008-2009 فأقلت تعرف في هذا الشي يوتيوب وكان الفكرة كنت أشوفها لما أدخل على يوتيوب بوقتها أنه هالفيديو عبجيب مئة ألف مشاهدة يعني هل صح الناس عبعدوا على الملايين وهيك بس حتى العشرة ألاف مشاهدة كان شغلة كبيرة أنه تخيل أنت بغرفة في عشرة ألاف واحد عبعدوا عبتابعوك فأمناك خليني أصنع فيديوهات كنت أصنع فيديوهات علاقة بالجايمينج فيديوهات ترفيهية أنا بتعرف الفيديوهات اللي كنت أبعتهم لبعض على البلوتوث بهذاك الوقت كنت أجمعهم وحط عناوين حلوة وأنزلهم وتعلمت الخوارزمية كيف كانت تشتغلها بهذاك الوقت وفيديوهات من فيديوهاتي صار يضربوا فوق المئة ألف مشاهدة وأحب أنه وصل المليون مشاهدة فأوزك واو يعني الموضوع مو صعب كتير فلما شفتها هيك بتعرف يعني فيه شغلة هون بس ما كان فيه أي فلوس فضلت عبا أعمله ففكرت بوقتها بأنا خلاص هلأ قابلت بالجامعة رايحة الجامعة كيف أمكان أقدر أغطي مصروفي أنا كتير من صحابي لما يغطوا مصروفهم بروح بشتغل بقهوة بشتغل بأيماكن معينة بعد دوام الجامعة ما لا يقدر يجيبوا مثلا ألف دلار يغطوا فيه الأجار مع الأكد وهيك فأنا قلت لأ خليني أشوف طريقة تانية صرت أروح الناس أروا نشوفوا أنت ما عاد تستعمل اليوتيوب وقتا إيش رأيكم تعطوني 300 دلار وأنا بفتح لكم قناة على اليوتيوب بقدر لكم كل الأمور كان الناس عاب تقول لأ فلاحظت هداك الوقت أنه أوكي ما عندي هالمصداقية فكيف ممكن أبني هالمصداقية قدام الناس فصرت أعمل شغل ببلاش قناة أطفال بتعمل محتوى كتير وقتا ما كان عندهم يوتيوب أقول تعرف خليني أنا أخد فيديوهات من التلفزيون وحطرونيها على اليوتيوب وأتواصل معهم وأعطيهم إياها اشتغلنا معهم أوكي سويت الفيديوهات القناة صار عليها شي مليونين مشاهدة 20 ألف مشترك بأعطلهم يا جماعة رأيكم هاي في قناة موجودة بس تفعولي أنا لأكمل الشغل عليها أشوف القناة حسفت يعني ما بلومن لأني بها داك الوقت في حدا عبي أخذ علامتنا تجارية المحتوى اللي نحن تعبنا عليهم وعبي حاول مثلا يسترزق عليها وما له الحقيقة ما بيملك هذا المحتوى بس كان يعني من جانب كي محبط إليه بس أملك ينو خاليني أحاول أعملها لناس تانيين بس موافقتهم هالمرة فأصلت أروح على الناس وشخصيات أملك أعطوني محتوىكم أنا برفع لكم يا لما يكون عليكم أي فيديو وبعملكم هذا الشي وبناء على شو كنت تستهدف الأشخاص عندهم أي محتوى أي محتوى فكان فيه قنوات فضائية بس ما عندهم يوتيوب فلا كنت أشتغلهم ببلاش فيه شخصيات مثل استشارية وبيعلمنا العربي فيه فنانين بس الصغار تعرف بالعرس وهالأشياء عندهم فيديوهات وهيك فكنت أخذن هالفيديوهات زبطن عليها قناة بعرف الخوارزمية كيف تشتغل وكانت هالفيديوهات تجيب مشاهدات قوي ووقتك كان أيام لسه كان فيه clickbait ولا كانوا قاطعين كان الخوارزمية هداك الوقت نقطة بسيطة كتير أي فيديو بجيب تفاعل كتير بوقت بسيط بينتشر فتحت أنا ميت قناة على اليوتيوب وكالما أنزل فيديو لأحد من الناس اللي عبر اشتغلهم كانت ببلاش هداك الوقت عملهم لايك وكومنس كتير وفيديوهات تضرب 100 ألف مشاهدة 50 ألف مشاهدة طبعا الخوارزمية تغيرت بشكل كبير أنا مشان هيك سألت عن موضوع clickbait لأن يوتيوب مرت بأكتر من مرحلة صح أنا عبر أحكي بـ 2011-2012 يعني لسه كانت ببدايتها يعني لسه ما كانت أخذ أو ما لم وصل للمكان اللي موصلته فأنا سألت عن clickbait لأنه أنت مثل ما قلت كنت فاتح قنوات فهي نوع من التحايل على خوارزمية بطريقة ما أعرف كيف بس مشان نوه أنه كان في عالم يعتمده السباقين كانوا يعرفوا شو بينعمل شو ما بينعمل فأنا بس مشان أربط القصة من الشخصيات اللي اشتغلت معهم كان وقت صديقي وفنان حمود الخضر كان وقت نزل عمل جاب مليون مشاهدة ووقت كان يوتيوب لسعب بدأوا يفعلوا إعلانات في عامل عربي فالمليون مشاهدة هي دخلت له 20 دولار بس على الفيديو بس لما يتخلك 20 دولار على الانترنت تستلم جزء منه تعطيك شعور غريب إنه واو أوكي فيه فلوس هنا يعني خليني أحاول أبدأ شغلي فيه فضليت على هذا المسار طلعت ايش بيحتاجوا معظم الشخصيات على اليوتيوب بيحتاجوا تصميم بيحتاجوا حد يدلهم فيديوهات ونيرفع لهم ياها فهي فعليا كانت بدايتي كده أنا الشخص اللي بيعمل أبلود اللي بيحاول إذا بطلهم بانرز وقت اشتغلنا مع تعرفت على أخذ مرامي من مصر كمان كان يساعدني بالثمديلز والبانرز ومن هداك الوقت بدأنا نشتغل مع كتير من الشخصيات ومنهم مثلا كان شيخ مشايل عفاسي كان وقته يعني ما شاء الله عليه كان معروف كتير طبعا بس لساعة قناة اليوتيوب كان فيه بس كلا تلاف مشترك من هداك الوقت بدأنا فعليا نشتغل ونضبط الأمور والحمد لله السمعة الكويسة بدأت تنتشر والمستقي بلا شيء تكبر يعني لاحظت شغلات كتير بسيطة في هداك الزمان تكون واحد شفاف أو واضح مع العب يشتغل معه ويكون آنست حتى بالأمور المادية أنا طلعت مثلا خمسمائة دولار هينسبتي وهينسبتك والوضوح هذا أتوقع والمصداقية بهالمجال بنت ثقة بيني وبين كتير ناس صار يقوله أوه بتكون تشتغل مع أي حدا على موضوع اليوتيوب ومجال صناعة المحتوى في عندكم واحد سمح محمد فتان من كندا عنده خبرة بهالمجال وصادق وواضح بكل هالأمور وهذا الشي كان ما نموجود يعني هو فعليا كان صندوق أسود يلي عرفان يشتغل بهالقصص لأنه ما عم بيعطي الأسرار أو شو التريكس والتريبس التيبس عفوا إنه كيف ينعمل القصة فمثل ما قلت هاي بنت مصداقية وهالشفافية بحسة لهلأ يمكن من أهم الشغلات يلي الفان بتتميز عن شركات تانية فيها صح هاي كتير مهمة التحول اللي بعده كان إلو علاقة مثلا لما دخلت انستغرام على الخط بما أنه انت فين نقول صرت ضليع ومطلع وخبير بمجال يوتيوب أما تحسين صار لازم ينعمل بالمنصات أتوقع اللحظته بهذاك الوقت إنه أوكي المشاهدات حلوة بس الدخل كان يجي على اليوتيوب بهذاك الوقت ما كان هالدخل بس اللي خلاني ألاحظ إنه واحد يستمر فعليا بهذا المجال لما تفكر بالإعلام كيف تغير على مدار السنين كان وقتها بتذكر نكون نحنا بالكتب السعودية وقتها ونفتح MBC2 وإيش طلع ما في فيلم طلع خلاص منتابعه وكان ما فيه أي وسيلة تانية واحد يعني يشوف أي محتوى يتمتع لحاله يختار هو التوقيت لحاله بعدين بدأ التسجيل وهالأمور كلها فلما بدأت أشوف إنه أوكي اليوتيوب بدأ لحاله يجيب عشرات الألاف ومئات الألاف أو حتى ملايين مشاهدات لحظت إنه فعليا هو دائما الفرص كيف تبين بتشوف فرصة قدامك قلت القوة ما بقى عند العشر شركات اللي عتتحكم بالإعلام صار عند المستخدم فعليا على البودكاست تابعك أنت عبتاخد من شركات تلفزيونات أو شركات كتير كبيرة بس مع الوقت إيش عبتصير فيه مثل زان عبتصيره ألف شخص عشرات ألاف شخص مليون شخص صار الإعلام وحتى المحتوى مو قائم على شخص أو شركة قائم على الملايين من المجتمع اللي عبعدموا محتواهم وعبتصير التعريف عن طريون فكان التعريف أول من منصة يوتيوب بس بعدين مثل ما حكيت منصة إنستجرام طلعت بس أنا كان دائما تركيزي بهذاك الوقت أنه صناعة المحتوى كان مكلف كتير والناس اللي ما بتعرفه من زمان كان لو القناة الفضائية ما حتشتري منك العمل هذا ما فيه أي طريقة تانية يطلع فيها دخل إلا إذا كنت فنان مثلا عن طريق الحفلات وهالأشياء تانية فكان وقتها بطلع أوكي كيف أنا ممكن أعطي أعطي دخل بديل للشخصيات صناعة المحتوى الفنانين أو القنوات اللي يركزوا على هذا المجال فإنستجرام ما أقدر يطلع دخل إلا بعد لما أجت الشركات حابة تعان إعلانات مع صناعة المحتوى هون فما دخلت عليها فورا صراحة ركزت أنا على اليوتيوب وضليت مركز على اليوتيوب يمكن لألفين وعشرين لبدأت أشوف طرق مختلفة نطلع فيها داخل لصناعة المحتوى ونفس الشيء بالنسبة لتيك توك لأنه كمان تيك توك كمان كتوقيت له علاقة بالكورونا يعني بحس بفترة كورونا صنعت من عالم كتير ما كان ببالة موضوع صناعة المحتوى يعني صاروا بين ليلي وضحاها طبعا مبارح ما كان أنا أعرف هذا الشخص صار من أهم الشخصيات صح شو برأيك أهم تحول صار لأنه يوتيوب كانت هي لنقول الأقوى أو الوحيدة على الصحة لبعد ما إيجي تيك توك حتى يوتيوب اضطرت تفوت بمجال الشورت مشان ياخدوا الماركت شير شو أهم تغير صار بسبب تيك توك أو بسبب الشورت مقابل اللونغ فون هو التغير ما كان بسبب المنصات ولكن بسبب دخول المعلنين بالإعلان مباشر ما صنع المحتوى فالوقت المصدر الوحيد كان لو تبيع محتوىك للفضائيات أو المنصات الكبيرة بعدين صار أوكي يوتيوب عبدأ خلك على مليون مشاهدة تقريبا ألف دولار بس دخل مو كافي لبدأ صار الشركات أبطول أنا بدي أشتغل مع صنع المحتوى بس بدي إياهني طلعولي أكبر عدد من المشاهدات في يوتيوب مشكلته الموضوع موسهل كيف عناها هنا تصوير في عدد كاميرات محتاجة تحط جهد كبير مو كل حد عنده الإمكانية أجت إنستجرام سهلت علينا موضوع الصور صارت حطلنا فلاتر صارتت أكتر من شغلة أجت تيك توك بـ 2020-2019 صار تنزل فيديو يوم التاني صار عندهم اليوم مشاهدة والفيديو هذا ممكن هلنا عم نحكي بصور شغلة هيك على سريع وبنزلها فهل عدد المشاهدات الكبير خلت شركات تقول واو صار في طريقة أرخص لي من ما أحط إعلانات على قناة فضائية ورح تكلفني ملايين دولارات أو أرخص لي من ما أحط إعلان حتى على صانم محتوى على اليوتيوب لأنني تكلفة المشاهدات اللي عبت جي يعني مكلفة ممكن أشتغل مع حدا على تيك توك ممكن الفيديو هذا ما عبت كلفه أي شي فلو عطيته مثلا ألف دولار ممكن ينبسط عليها وأنا بالأخير هالألف دولار ممكن جابت لي مليون مشاهدة ففي البداية صار نقنع الشركات يا جماعة أي شي اسمه تيك توك تعالوا وصووا فيهون إعلانات أنا لا لا تيك توك هذا كله بس للرأس فلو هاي حسب الخوارزمية اللي عبتعرض لك ياها للأخير ممكن يجيك أي نوع من المحتوى المختلف فلما بدأوا يشوفوا أوكي أنا بسوي إعلان وهالإعلان عبت جيب لي هالمبيعات بشكل فوري طنعوا فكثرت الشركات إعلانة على هالمنصات صارت كل صناعة المحتوى شوفوا واحد من صحابهم عبتطلع أرقام فلكية فبدأوا الناس يدخلوا أكثر وأكثر وهالمنصات اللي يساعدوا فيه فعليا بالمجال تبعنا سهلوا عملية صناعة المحتوى يعني هذا دخلنا صح على زكاة الاستناعية وهي موضوع ممكن نحكي فيه بعدين بس بالوقت الحالي المنصات هاي سهلت صناعة المحتوى وشركات شافوا الفائدة فصار يشتغلوا مع صناعة المحتوى وبعدين منصات صار يتنافسوا بين بعضهم يوتيوب صار عبتنافس تيك تاك وسنابتشار عبتنافس انستجرام وكلهم عب ياخدوا خط ميزات من بعض أو عبتنافسوا بعض فالتنافس هذا صار ايش بيحتاجوا كل هالمنصات محتوى فهون عملت صغرة في هالمجال تبعنا وصار فعليا اللي توقعته من 2015-2013 هو الحقيقة وان احنا صارنا عم نتابع محتوى يا بنعرض على منصات السوشال ميديا يا ممكن على ناتفليكس وهالمنصات وصارت الفضائيات وكلهم عب ينتجوا محتوى بقولك social first وبلغنا نشوف قنوات اخبارية عبتقلع فعليا social first مو tv first فأتوقع كونك جزء كبير من الأساسيات للمجال هذا وسعادنا كيف صنعنا محتوى يطلعوا فلوس عطينا اطلاع كبير بهذا المجال بشكل عام في عالم بتفضل الlong form في عالم بتفضل الشور فورم بما يتعلق بهالاختلاف شو انطباعك عني اللي عم بيحاولوا يعملوا إن كان سناب شات أو تيك توك واضح اللي صاروا عم بيشجعوا ويدعموا المحتوى الأطول برأيك هدا عم بيمشي عكس التيار ولا لابد يصير مشان يصير نوع من يعني متل ما يوتيوب حربت تيك توك للشور فورم فهل هي رد من تيك توك لتجو فر ماركت شير على اليوتيوب ولا شو رأيك بما يتعلق بالاختلاف بين الشور واللونج فورم توقع بالأخير لأن نعرف كل في المنصات أنه تضل أنت عليها فلما المنصة تفكر كيف ممكن أحافظ عليك بأكتر وقت بدي أعطيك دوبامين هيتس كل عشر ثواني فللأسف التصفح على المحتوى أو واحد يتابع فيديو طويل صار غير سلوكيات المجتمع توصل للجيل الجديد يعني لو تابع مثلا الأفلام القديمة أوكي شو كلت أربع ساعات لحتى توصل للقصة بدي أعرف أنه بخمس دقايق وأحيانا صار في عنا تاينز تو سبيد فنحن تعودنا نشوف محتوى بسرعة فالمنصات هدف تحافظ أنت تضل عليها ما تقلع برا فعب تحاول تعطيك محتوى بأسرع قدر ممكن ولكن اللي صار أتوقع مع كثر محتوى البسيط الكنكشن بين المحتوى وبين المستخدم أو المتابع بدأ يختفي فلذلك بدأنا نشوف مثلا حلقة بودكاست قد ساعات مع الأستاذ ياسر عبد الرحمن من ثمانية أجاب فوق المئة وعشرين بليون مش أهدة صار الناس حتى تسمع أو تابع محتوى بطريقة مختلفة فأتوقع كل وقت إلو محتوى معين أوكي لما أنا أكون مثلا عبنتظر حدا خمس دقايق أوكي بفتح للأكس أو بفتح تيك تاك أو بفتح انستجرام عالسريع بشوف إيش ممكن يقلع أوكي أنا تابعت محتوى بوقت كتير بس فيه أوقات ممكن لمنصة يوتيوب مختلفة فبالأخير أتوقع هي النجاح المنصة اللي بتقدر تعطي المستخدم تبعه كل هالأكسperiences محتوى صوتي محتوى فيديو طويل ومحتوى شورت وهذا رح تشوفه كل ما بحاول عليه يعني تيك تاك حاليا صح محتوى هون أصير بس رح تبدأ تشوف تيك تاك بعشر دقيق وتيك تاك بدأت محتوى حد عب نزل تيك تاك مددت فوق الدقيقة والناس للصعب تتابعه انشر أكتر يعني بالأخير هدف كل منصة تحافظ على المستخدم بقدر المستطاع فحسب التغيرات الهيومن بيهيفير أو طبع الشخص نفسه رح تتغير حتى أسلوب المنصات كمان ميش بارئ بتحس أنه فكرنا أنه خلص الطويل أو الفيديو الطويل خلصت خبزته وإيجا دور الأصير بس واضح الأديم بيصير جديد وجديد بيصير أديم ففي تحولات الواحد عم يعرف في يلحق أنه لوين رايح أو يتوقع لوين رايح الأمور طب إذا بدك تنصح حدا حابب يفوت عمجال صناعة المحتوى تنصحه يبلش أو لونج ولا كيف أنت بتقرر أو كيف تنصح بناء على شو يصير انتقاء وهل ممكن يعمل اثنين سوى ولا بيتضاربوا أتوقع هي السر أنه عندك إمكانية تحافظ أنت على المستمع لفترة أطول كل ما قدرت أكتر كل ما الخوارزميات أو المنصات نفسهم رح تدعمك فحاليا ما في كتير ناس عندهم الإمكانية أو الأسلوب ليحافظوا على انتباه حدا كتير وقت مثلا تكون عبتحكي مع شخص معين وبتلاحظ أنت بالحديث عبتحكي معه بدأ يتاوب بدأ يطلع يمين يسار بدأ يطلع ساعته فأتوقع أنه لما واحد ينتبه ويتعلم إيش هي الأشياء اللي ممكن أحكيها لأحافظ على الواحد يعني كتير فيديوهات على يوتيوب تحكي لك أنه رح أحكي لكم خمس أشياء غيرت حياتي وآخر واحد أهم واحد منه مشان يخلوك متابعة مشان يخلوك تتابعه فرح تشوف أساليب كتير عبت تصير ورواية القصص نوع فن لازم واحد يعني يحاول يتعلمه ليقدر يحافظ على المتابعة فهي فعليا أو البداية ابدأ محتوى الأسير خليك تدخل في المجال حتى الناس توقع موضوع سهل توقع ممكن كل شخص عب فعليا عب يرفع الجوال عب حاول يصور حاله يعيد لاطة هيك لاتين مرة لحتى فعليا نزل محتوى فالناس بتظن الموضوع سهل كتير بس ما يعتبر بهالسهولة فهي الفكرة أنه ابدأ بأسهل شي صور محتوى بسيط حاول نزله وتفاعل فيه وبعدين كل ما قدرت حاول طول وطول وطول موضوع أكتر لأني بالأخير لازم تعرف أنت ليش عب تقدم هذا المحتوى إذا فيه عندك إيمي عب تحاول تقدمه للمجتمع للأسف موظم المحتوى اللي عم تتابعه على الفيديوهات الأسيرة بحاول أقول لك الله تذكر آخر عشر فيديوهات شفتهم ما هتعرف بس بل أقول لك تذكر البودكاست اللي اسمعته آآ عن آخر واحد رح تقول لي بتعرف إيش ورح تعطيني مواضيع جواته ولكن الفيديوهات الأسيرة ما رح تعرف الأسامي يعني صار معي موقف حرش كانت بـ LA بـ Creator Event وشفت صناعة محتوى يعني عنده الفول عشر مليون مشهورين على التيك توك كانت عائلة عربية بس نسيت اسمهم طبعا بحاول أدور على اسمهم فتحت التطبيق كتبت أوكي Arab Family US هالأشياء لحتى عرفت اسم العليق وحكيت معهم فللأسف الكتر المحتوى على التيك توك رح تحس أنت بشعور المشاهد أو أنه والله جاني مئة ألف مشاهدة بس بدك تتذكر أنت اللي عبتابعك كيف بيكون بأي وضعية بيكون مازك الجوال سويا سويا فإذا فعليا عندك الباشن تدخل في هذا المجال حاول أفهم كيف ممكن تحافظ على المتابع وتقدم له قيمة لتحافظ عليه هاي هي أهم نقطة أصلا بسركل العالم صارت عم تفضل البطء يعني ما أقول البطء الممل بس الشيء اللي بيلامسك بطريقة أعمق من أنه يكون موضوع سطحي لاحظت هالشيء أو هل حاسس أنه صنع المحتوى ماشيين بخط معين لازم يجلسوا فيه أو يجو على مكان تاني كل شيء كتر منه بالأخير قيمة تبتنزل فأتوقع الفاست كات كونتنت هذا انتشار كتير ليش لأني غير شعوريا حتى لو الموضوع ما بيهمك بيضل واحد عب حافظ على الفيديو لأني بالأخير في شيء عب صير أنت بمخك لما عب تتابع يقولك لا ممكن يصير شيء تاني في كتير الوقات بتشوف مثلا بالمحتوى أنه أنا بوع المي ويكون عب أحكي معك الموضوع عب أمسح الطاولة وأنت مركز معي هون عب أخلي your mind عب ياخد dopamine hits بشكل أكتر بالأخير أكيد الناس رح تتعب منه أني كترت بس هي فعليا وبركز على هالموضوع يعني إذا واحد لسه عب تابعنا اللي هلأ بالفيديو ما عادت في قيمة عب يأخدها من هذا الفيديو ولو شاف الموضوع ما بقاله قيمة أكيد عمل skip وترك بتشجع أنه مين ما كان يبلش ولا بتحس في عالم تلقى عالم ما بتلقى كيف بتشوف الموضوع أتوقع لما أتعرف على الناس كتير بشوف كل واحد عنده قصته عنده شيء بميزه وعنده أحداث بحياتهم تعلموها ممكن كتير منهم يستفيد منها أو جمهور يستفيد منها هي بس اللي توقعي بالتحول العالم فيه أكتر من سبب لش ناس يدخل بصناعات المحتوى من جانب البزنس مثلا زي أي حدا داخل في عالم البزنس وما عاب يصنع المحتوى رح تقتفي على السوق لأنه حاليا اليوم كيف واحد بتعرف علي وعليك فكتير ممكن بعد حلقة البودكاست مثلا يدخلوا على حسابي قلوا مين هذا محمد جايبوزان لأني عندي كمية محتوى بيقدروا يشوفوا أوكي مين هو الشخص بتعلموا منه بيعرفوا تعريف عني لو ما كان عندي أي social presence كل هالترافك الأجد هتختفي وما حتفيد البزنس تبعتنا بالأخير بنفس الوقت لما تتعرف على أي حدا اليوم بل لك يعطيني الإنستجرام تبعك أو يعطيني linkedin تبعك الصير هي طريقة التواصل طبعا في حد بين الخصوصية والشهرة يعني في مقولة بتقول أغنى عوائل بالعالم ما ممكن تشوف لهم مثلا أي تواجد على ال social media لأني الخصوصية هي صايرة very very valuable وعلى قيمة كبيرة كتير بس أتوقع يعني إذا واحد فعليا حاب يفيد مجتمع بطريقة معينة يعني مثلا هذا البودكاست أنا وأنت عشنا معظم حياتنا بره بكندا وأمريكا بالإنجليزي إمكانياتنا أقوى بكتير بالحكي بس نحن اخترنا يكون الحديث باللغة العربية لأني حابين المعلومات هاي تفيد مجتمعنا بشكل أكمل ويقوى مجتمعنا فإذا أي واحد حاسس إنه ممكن يفيد مجتمعه بطريقة كويسة فانصحه مية في مية بس إذا واحد حاب يعمل محتوى بس للشهر أو للفلوس ما رح تزبط لازم يكون فيه سبب أخليك تصنع هذا المحتوى رسالة فعليا أتقدمه والخوازمية رح تتغير كمان يعني حاليا مثلا لو واحد يقدر يطلع فلوس على السوشال ميديا لازم يجيب مشاهدات كتيرة فإيش كنا نشوف نوع المحتوى صح كان فيه موضوع البرانكس محتوى الرأس أو أي نوع المحتوى بس إنه أوكي ممكن نثير ثير المجتمع مشان الناس تتابعون كتير أني كان مردود المشاهدات تسابي فلوس ولكن مصادر الدخل اليوم تغيرت ممكن واحد حتى لو عنده عشر تلاف متابع عشرين ألف متابع يطلع الدخل فالخوارزميات كمان بتتحول لنيش كميونتي اللي أنت بتشوفه على الإنستغرام أو تيك توك أو أي منصة من المنصات هاي غير اللي أنا بشوفه غير كل واحد مستمعين عبشوف فهذا التغير عب يبني small communities و small community هاي في ممكن أنت عندك رسالة حاب تحكيها لحد بهال community ممكن تغير له حياته أنا حياتي تغيره تكتير لأنني سمعت كتير دروس online ساعدتني بالجانب الشخصي بالجانب مع عائلتي بالجانب البزنس لو لا هذا المحتوى وممكن ما كنت يعني للشخص أنا اليوم ففي عالم يعني مضيء أو إيجابي بالمجال هذا كله وبعرف كتير ناس تحكي على the dark side of social media no the positive side is much bigger it depends وين أنت بتطلع وين بتدور هو المراقب أو يعني بده رقابمة والواحد لازم يعني يكون عارفان شو بده بالأسس أنا عم بغير جو ولا بدي أتعلم يعني فتح مجال مين من كان وهالسيري تسألك عن موضوع أنه قبل كان الشهادة هي اللي بتشهد لك أنك بتفهم اليوم أوصلنا فترة فعليا صار عدد المتابعين هو اللي بيعطيك مصداقي يعني عادة حدا عم يحكي نقول عن مشاكل نفسية عنده ملايين المتابعين وحدا بيكون أفهم بأشواط ما عنده إلا خمسة الاف مين المؤهل فعليا وللأسف في كتير عالم إن كان clients أو advertisers عم يدوروا على reach على حساب أنه والله المعلومة اللي عم توصل صح يعني الله مثلا يعني في كتير أمس رميناس عندهم خبرة كتير بس للأسف اليوم العالم ممكن أشوف حدا عنده بالسوشال ميديا يمكن يفهم منك أقل بكتير بمجال معين بس لأني بنى الثقة مع الجمهور عطته أمكانيات في كتير ناس أحاول ينافسون ببجال اللي نحن فيه بس لأني نحن بنى جمهور على السوشال ميديا وعن أكتر من نص مليون متابع هذا اللي ساعدنا إنه لما حدد يفكر أوكي أنا بدي منصة أشتغل فيها مع صناع محتوى أو بدي أنا كصانع محتوى أدخل على منصة تساعدني أنجح وأطلع الدخل وأطور حالي أكتر بس بيعرفوا ألفان في منصات تانية بس لأني تقدر تثبت الثقة على السوشال ميديا أحيانا ممكن أنت فعليا صح هذا الشخص أقوى منك بهذا المجال أن يقدر يكسب ثقة جمهور يا بعالم الفني يا بعالم استشارات يا بعالم الترفيهي ما تقول لين أنت كميدي بتضحك أكتر من أي حدا تاني بس عندك خمس ألف متابع لا هذا أندرو شولتس اللي عنده ملايين متابعين أثبت الثقة مع جمهوره وفعليا حبوا محتوى بس كمان في أسباب كتير ليش صح وصل على هذا الجمهور بس تحتاج تثبت ثقتك مع جمهورك لفعليا تنجح حالك فهي الشهادة الجديدة شو انطباعك عن ثورة البودكاست اللي صارت عم مستوى العالم ونحكي محليا بتحس مما كان لازم يكون عنده بودكاست لأنه فعليا صار التلفزيونات عم يعملوا بودكاست يعني الكل عم يشتهي البودكاست زائد يعني لنقول attention span أو الاهتمام في عالم بتحب الشورت فورم وفي عالم بتحب الحاديث الأعمق بس بحس لسه ما تم اختراق أو حل موضوع المونتزيزيشن بما يتوقع البودكاست يعني في منهم عم يطلعون مصاري بس يعني صار في عدد أكبر من البودكاست مما من اللي عم يطلعون مصاري بينما باليوتيوب انه أوكي يعني فيه سي بي ام فيه ار بي ام في كزا مليون فيو يساوي تاريب الالف البودكاست لساعة قيد الانشاء شو انطبعك عن ثورة أو حركة البودكاستية المحلية ما عندي اي مانع فيه وبنصح اي حدا يدخل فيه المجال بس بالاخير الخوارزمية رح تحدد والخوارزمية كيف رح تحدد اذا واحد تابع البودكاست تابعك مع انت فعليا في فئة من الجمهور استفادوا هالمعلومة تابعوك لهالمرحلة فالخوارزمية رح تنجح هذا النوع من المحتوى اتوقع في كتير ناس عنده اشياء ممكن تحكي فيها ممكن تفيد المجتمع من نظرته وبآمن اي حدا ممكن يقدم هذا الشي وبالاخير يعني الخوارزمية هي رح تحدد ممكن الناس تحاول اتوقع هي بس المشكلة في المجتمع الحالي انه الناس تعودت على instant gratification يعني انه انزل بوست وما اجني فيه الف لايك فورا معات الناس ما بعد حبني يعني خيال بعض ما اصلنا محتوى كتير كانوا مشاهداتهم بالملايين اللعب اجينا 400 الف مشاهدة على الفيديو بس حسوا انه طب ايش صار فشل معاته فعليا رقم جدا كبير فاتوقع الناس لازم يكون before ادخل على عمل البودكاست لازم اعرف ايش هو السبب هل انا سببي في مجال معين حاب افيد المجتمع هل فيه سبب احاول اجيب ترافك للبزنس تبعتي على فكرة كل اسبابة كويسة هل هدفي شهرة هل هدفي بس المال هل هدفي اصوي حالي فهمان اصحابي يعني واحد يكون بس عرفان هدفه ويركز عليه بالعكس صارة الى تسويقية يعني وين ممكن يجي حدا يسمعك لساعة بهذا العالم لو انت فعليا قدرت تكسب الجمهور وتحافظ عليهم رح تنجح واتوقع شي جدا مهم واحد بالاخير لازم يعرف انه فيه هذا الشخص عبي ياخد وقت من يوم ولا يسمعك يهاف تقدم لهم احسن احسن قيمة بهمني اعرف اهم مراحل الانتقالية ببناء شركة الفان واضح من فترة كانت مشهورة كcreator agency اكتر وتحولت يعني قدتوا بالشيلات وكسرتوا الدنيا بهمني اعرف شو النقاط المهمة يعني بحس دول كانوا مفترق طرق من اول ما انشأت لهلا ممكن ارجع لقصة شوي لما حكيت انه ب2015 لما بدانا اشتغل مع صناعة محتوى على منصة اليوتيوب لاحظت وقتا انه الدخل ما كان عم كفيها صناعة محتوى فاول شي عملته قلت اوكي انا هلأ خلصت جامعة ماجستير معظم الصناعة المحتوى عم اشتغل معهم عايشين بالدول الخليج وبالامارات بتحديدا فخليني انتقل واحاول ابني بزنس جديدة تركز على هذا الشي من كندا لدبي من كندا لدبي فهاي كان وقتا انه شفت فرصة بالامارات صراحة واشياء كتير عبتتتطور وانا عشت هني فلما رجعت شفت التغيرات اللي صارت بفترة بسيطة من الاكواع وهذا التوجه اللي رايحين عليه بشكل كبير لازم واحد يكون هون ليكون جزء من ال growth هذا بشكل عام بالنفس الوقت الدخل ما كان كافي على المنصات فقلت ايش هو الدخل التاني فوقتا جيت على الامارات عملت جولة استثمارية لأبدأ أسس الشركة بالامارات ودخلوا معي المستثمرين اتنين ومنهم كان المستثمرين EQ2 Ventures التابعين إلهم على تشويري المختصين بمجال الإعلانات والدعاية وعندهم علاقات جدا قوية وتاريخهم جدا كبير في هذا المجال ومجال الميديا بشكل عام معظم الإعلانات الناس التي تعرفها كانت عن طريقهم خلال آخر 30 سنة فهذا أعطاني نظرة أنه الدخل ممكن أساعد فيه لصناعة المحتوى اللي يصنعوا محتوى أكتر هو الإعلانات بداية بدأك الوقت أشوف كيف ممكن الفرص نجيب فيه إعلانات لصناعة المحتوى اشتغلنا مع شركات كان صناعة محتوى مثلا كانوا ما يصدقوا الأرقام اللي بدأت تجيهم كان في صناعة محتوى دخلهم بالسنة 30 ألف دولار بدأت من هذه المرحلة تصير 200 ألف دولار وهي كلها عن طريق الإعلانات فهذا النوع خل سمعتنا نحن في ألفين بدأت تطور بشكل كبير وبنفس الوقت صار أوكي ألفين منصة على اليوتيوب بتساعد صناعة المحتوى الفنانين وكل هالشخصيات والمعلنين يوصلوا لهالصناعة المحتوى فبدأت معظم الناس تقول والله فيه فلوس كثيرة باليوتيوب فبدأت ناس تحكي عنا كان عنا واحد من صناعة المحتوى عمل فيديو أنه راح اشتر سيارة فراري فرما انتشر هذا الفيديو بشعار ألفين كان موجود على قناته فهذاك الوقت انتشر الفيديو بشكل كبير صار أقول له والله يعني كيف واحد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب عنده أمكانية يشتري هك وفعليا بدأت حياتها الناس تغير الأمور كلا تبين واللي ساعد ألفين مقارنة بس كتير منافسين الناس توقع واللي الأنجح لازم أوقع أكبر الشخصيات العالمية نحن يعني فيه كم شخص كانوا من الكباب مثل الشيخ مشاري العفاسي وشخصيات تانية بس معظم التانين كانوا معنا في بداياتهم كتير مثلا من فناني الشيلات كانوا معنا من بداياتهم كان عندهم مثل الفهد بن فصلة القناة نحن معنا بدأنا لهم إياها منها فيه كان قناة اسمه هل تعلم تعمل محتوى تعريفي كان عنده قناة حسفة بدأ قناة معنا من الصفر كتير هالقنوات بدأوا معنا من الصفر وكان عدد جمهورهم صغير ساعدناهم نحن بالنمو كيف هم كان يطوروا حالهم يطلعوا فلوس أكتر ومن هذا النجاح نجحنا نحن معهم كمان مثلا من الشخصيات كان معنا نورستارز أول ما طرفت عليها كانت لساعة بأمريكا كان الساعة في بداياتك كان عند أقل مليون مشترك دخلنا كإدارة أعمال تعني بني لك البزنس ساعدناها تجيب على الإمارات عملنا حفلة كبيرة تعرفت على شركات كتير والحمد لله يعني نجاحها وكتير واضح لان في المجتمع منهم عانيت الأنس وأصالة كان صديقي من الحي سكول كان عنده حب لهذا المجال وشاب زكي كتير بفهم بالPR بالماركتينج بشكل كتير كويس فاشتغلنا مع بعض أجوع الإمارات خطط واضحة خططي واضحة اشتغلنا مع بعض وعملنا إنجازات يعني الحمد لله صارت حطتهم مرحلة تانية وبنفس الوقت حطتنا نحن مرحلة تانية يعني صار نحن عنا الصيرة الذاتية فعليا كيف تشتغل مع صناعة محتوى في بداياتهم وكيف ممكن ينجحوا لنجاح مستوى الأعلى أو منافسين للسيليبرتيز أصلا في عالمنا يعني الأرقام اللي كانت تجي على المحتوى يعني كنا نعمل بث مباشر 300 ألف واحد عم تتابع بنفس الوقت يعني هاي أرقام الناس مع عم تتوقع أو كيف تصير على السوشيال ميديا فهذا كله خلاص بنانة سمعة قدنا نطور حالنا الحمد لله شكري كبرت بصبعدين أجد كورونا بكورونا كتير أشياء المجتمع بدأت تتخف صار كل شي from home الشركات لاحظوا إمكانيات صناعة المحتوى بهذاك الوقت أنه والله نحن بدنا نعمل production ما عم نقدر نصور بس فيه ناس قاعدين في بيتها ممكن أبعطلهم المنتج صوروهم من غرفة النوم ويجب لي ملايين مشاهدات فالإندستري كله تغيرتي بشكل عام وهذاك الوقت بـ 2020 تقريبا 2021 بداياته تغيرت نظرتي لمجال صناعة المحتوى وأتوقع حي كانت أكبر نقلة نوعية لإنه صار التغيير أنه الشركات ما بقى يهمها تشتغل بس مع الأشهر السيليبرتيز صار بهمها أنا كيف ممكن أجيب مئة صانع محتوى بجمهور بين العقم السلاف للخمسمائة ألف أشتغل معهم لحملة إعلانية صار كمان المنصات ما بقى بس يوتيوب دخلت كثير منصات على الخط سناب شاك تيك تاك انستغرام سبارفاي وعشرين واحدة تانية موجودين في المجال وعم يزدادوا كل يوم وعم يزدادوا كل يوم فصاروا كيف ممكن أوكي نحن كمان يجينا محتوى فشفت التحدي هون مثلا نتطور فكان أول تحدي أوكي نحن بنينا بطريقة كتير كويسة عم نساعد فيها 700 صانع محتوى منهم فنانين منهم صناعة محتوى يطلعوا الدخل أكتر عن طريق محتواهم نحفظ لنحقون هاي كل الأمور خلاص شغالة وضلت هون وعنا الفين فور برينز شركة الإعلانات اللي عم نشتغل فيها مع صناعة محتوى على تكبر وحمد الله علاقتنا مع عملاءنا من هونجر ستيشن لهواوي لترانديو لتيمو وأكتر من 40 شركة في العلاقات هاي حافظنا عليها وصار التحدي كيف أخذ إنجازنا نحن مع هال 700 صانع محتوى ونعملهم مع مليون صانع محتوى أنا في كتير شغل لناس ما بتعرفها عني اسم الشركة 2000 ولما أسستها كان دائما الفكرة إنه كيف لما واحد مثلا كدبي أمريكا وكندا أو كندا يعني تحديدا كان دائما يكون مثلا بحثة الرياضيات ويحكيوا ألجبرا طب بعدين بيجيك الفخر لما تعرف إنه هذا الألجبرا أجل نحن مننا ونفسنا إنه من أصل عربية فتشوف الشعور إنه بتعرف هاي أرقام عربية أصلا بتعرفو هاي وبنفس الوقت كانت يشوف العالم الميديا والفن فيه كريتب الشعر فن اللقاء فن التواصل مع الناس فن الإعلام فن فالفان وبنفس الوقت إلى جانب الجمهور الفان فممكن نيزبط على جانب الغربي أو المحلي فكان دائما هدفي إنه أوكي الأجنسي هاي البناتة جدد قوية في علامة العربي لكن كيف ممكن واحد يعمل أثر في العالم كله بشكل عام بمنتج ممكن حدا في بريطانيا حدا في أمريكا حدا في إندونيسيا يستعمل لمنصة تبعتنا فهي كانت النقلة النوعية ودخليني أحاول هلأ من تكنولوجي كومبيني وهون صراحة شفت الأثر والإمكانيات اللي ممكن نعمله والتغيير بدل ما يكون بس 700 صانق محتوى بشكل يومي عم نساعده يبني حياته يطور حاله يبني شركاته كيف ممكن أساعد أول تحدي عني خمسة ألف يعني تحدي عني خمسين ألف بعدين مئة ألف بعدين إن شاء الله على المليون وهذا بس تصير عن طريق منصة تقنية فأطلقنا تطبيق ودعنا فيه كفكرة الفين لينك تعووا يا صناع محتوى أنا رح أقدونكم منصة تجمعوا فيه كل حساباتكم تعطوكم إحصائيات على جمهوركم وبنفس الوقت تفرجع عدد متابعينكم للجمهور فكان فيه منصات تانية بتحط حساباتك لمكان واحد بس نحن تركزنا فيها تكون فائدة صناع المحتوى فصار الصناع المحتوى يفرجوا بدل ما تحط أنت على الانستغرام عن ذي 3 مليون هون مليونين هون منصتك في 2000 لينك هي لعي تفرجلك هالمعلومات فأطلقنا هالمنصة والحمد لله أكثر من 10,000 صنع محتوى سجل عليها فهذا شو عمل لي عطينا داتا بيس نحن قوي من صناع محتوى في عالمنا العربي أخذنا هالمعلومات للشركات قلنا يا شركات أكي نحن بألفين الصناع المحتوى لأنه بيستعملوا مناصتنا كواجهتهم الرسمية مع جمهورهم عنا معلومات عنهم عنا نحن أسلوب الكي واي سي كيف لما تسجل مع البنك بتصور بشاك وبطاقتك أثبتنا هوياتهم وعنا أرقامهم فصار كثرة إعلانات الشركات معنا مع طريق صناع المحتوى فهون صار الإعلانات بدل ما تجي 700 صناع المحتوى صارها تجي على 1000-2000 صناع المحتوى فهي كان أول نقلة نوعية النوهي يعني اشتغلنا فيه نحن بعام 2022 تقريبا 2023-2024 صار أوكي كيف ممكن أزود عدد المتابعين هل أن يكثروا المنصات لعب تعرض حساباتك اللي مكان واحد فقلنا كيف ممكن تخلي هالمنصة تبدأ تساعدك كصانع المحتوى تطلع فيها الدخل أكتر فقلنا أوكي إيش أسهل شي ممكن نعمله فقلنا يا جماعان سهل كيف إذا واحد من الجمهور بده استشارة منك يعني مثلا زين أنت مختص في محتوى الفني والميوزك وأنا فنان عندي حلم بدي حلم أصير فنان لو ممكن فيه طريقة أتواصل معك بس طبعا أكيد كتير بتواصل معك على إنستغرام ما عندك وقت ترد عليهم فقلنا بهالطريقة خلي واحد يكون واضح مع جمهوره طبع وأنا بدي استشارة ب100 دولار 200 دولار 300 دولار بتختار ربع ساعة مع صناع محتوى البروفيشنل اللي عب أدمه خدمات هذول بكون عادة جمهوره مو كبير ولكن جمهوره بمراحل بدأت المستقية والثقة عبت نبنى مع الجمهور فوالله نجحت في عنا صناع محتوى صار يطلعوا ألاف الدولارات طلعنا من فوق المئة ألف دولار خلال كم شهر قلنا والله حلو طب كيف ممكن نطور هالأشي لأني هذا ساعدنا نجيب عدد صناع محتوى اليوم عم نعرف ثقتهم وإمكانياتهم مع جمهوره صار يبيعهم متجات رقمية صار يجيهم دعم من الجمهور قلنا أوكي جدا ممتاز كيف ممكن أفيت صناع محتوى كتير تاني لأني هذول مو كل حدا بس عم بقدر يجي دخل عن طريق الجمهور قلنا أوكي انت مثلا زان ايش بتحب يعني أنا مثلا هاي البند واثق من نوع بستعملها صلي فترة وكثير من الصحاب يسألوني عليها وبعط لهم رابط كل ما حدا يشتري عن طريقي بيقلعي نسبة فكثير كانوا صناع محتوى غير متقابلين هذا الشي طب أنا ليش أشتغل لمعلن أروج له وبالأخير يعطيه نسبة ولكن نحن عملناها بطريقة مسميها collection وعن أنت ممكن ما دورية تحكي على المنتج والأخير الناس بتجي على واجهتك وهي واجهة ألفان اللي بتربطه كل حساباتك بمكان واحد نضيف هالمنتجات عليها اللي هيك هيك أنت بتلبسها بتستخدمها والمصداقية واضحة أنت أصلاً بكل فيديوهاتك نبينها بتستعملها فساعدنا تقريباً 300 و 300 صناع محتوى يطلعوا قريباً الأربعة مليون دولار عن طريق الجمهوراً لمنتجات هن فعلياً بيستعملوها بيلبسوها وبيحبوها بشكل تلقائي يعني ما نمضطرين يدعوا أنه أنا مثلاً أطيب مي هي الماركة الفلانية إذا فعلياً بتسأب منتج أكيد تحكي عنه حتى لو ما حدا تفعلك فهون خلاص صير أنت الواجهة تتفعل هذا الشي فهذا صار يعطينا نظرة أنه واو في صناع محتوى عب يدخلوا لألفان لحالاً عب يشتركوا بيهالخدمات وعب يطلعوا فلوس بشكل مباشر لحالاً وصار الفائد اليوم بدل ما نحن نفيد بس 700 صانع محتوى نوصل لحاجز 1500 وهي هلأ أطلقنا تطبيق صار بدل ما بس موقع النت صار عب صير تطبيق فأتوقع النقل النوعية هلأ هي نحن في المرحلة التأسيس عم نعمل بسيط رح يطلع بس الفكرة كلها بشكل عام أنه أوكي ياصلنا محتوى بتذكر حالي لما أنا بس بدأت في المجال يعني من 2008 إلى 2012 لحتى طلعت لي أول 30 دولار من الانترنت بهالمرحلة تعلمت فيها كتير بس في كتير ناس ما عندهم الوقت يثابروا فيها الريجكشن اللي حصلت عليك كل هالأمور اللي حصلت عليها عب اشتغلك بلا شو ما بدك يعني كان نظرية يعني بتفعلك مصاري خليني اشتغلك يعني كان غريبة صراحة وقتها فعب أبني الأدوات مشان أي حدا كان عنده نفس الحلم لما كان عندي أنا 12 سنة وحابب يعمل شي بإمكانه يسوي واجهة الفان تبعته منصة مجانية هدفت سعادك يطلع الدخل ونحن بس نجاحك هو نجاحنا فكل ما أنت طلعت الدخل نحن نسبتنا جدا بسيطة تراوح بين 3% إلى 5% عن طريق الخدمات المتقدمة بس هيك قدرنا نقدم خدمات لكتير الناس بس عنا بمرحلة الترانزيشن تروح من اجنسي لتكنولوجي مو شي سهل بس أتوقع يعني في سيريز سبوتفايد نزلت على نتفلكس السيريز هاي ما بدي أحرقه لكتير الناس بس إذا لها أحرقه عملوا سكيب بس دايقة يا جماعة إذا بيتكن تتابعوا السيريز هاي البلايليست البلايليست بآخر حلقة بفرجيك أنه الفنانين لسه ما عبدوا يطلعوا دخل ليغطوا تكاليف حياتهم وهي حال من كتير صنع المحتوى وهي حال من كتير مثقفين وهي حال من كتير ناس بتخيل أنت عبتجيب مئة ألف واحد عبتابعك طيب مو مئة ألف عب مليون واحد عبتابعك الدخل عبتجيبه عن طريق مليون واحد عن طريق المنصات ما بيقدر يغطيلك أجارك نحن الحمد لله يعني في عنا صناعة محتوى جاهة سبعمائة واحد زار حسابي على الفين لينك طلعت فوق قد تلاب دولار بس عن طريق المنتجات الرقمية والاستشارات فهي غير الإعلانات غير الأي شي تاني فكون شخص عب يقدر من سبعمائة الشخص عبزور حسابا وثمانا وثمانين واحد عب يشتري الخدمات عن طريقا وهذا رقم مانو تعجيزة يعني أوكي ممكن يكون كتير لبعض العالم بسبعمائة شخص مانو رقم كتير صعب الوصول عليه وخاصة بسبب فرق العملة هون محليا عم نحكي كتير بتفرق معهم صح الفعليا اللي عبتغير بصناعة المحتوى اليوم والمآمن فيه أنا رزريتنا إنه بالأخير كل الشخص عبصير واجهة إعلامية حتى لو بس ألف واحد عبتابعك هاي ألف شخص كان ممكن يتابعوا شي تاني بس اختاروا إنه يتابعوا محتوىك هل الشخص ضرب مليون هاي أقوى قناة وضائية أو ميديا نتورك ممكن يصير وهذا النتورك كله عبصير عن طريق الفان فنحن عبنينا منصة ممكن اللي عنده يعني أحلى شي بشوف عليها أحنا بدخل على الداشبور تبعتنا بشوف واحد عمل sign up وعنده بس one follower بيكون هو بيكون حتى أمه بتدعمه وهيك بس هذا هو الشعور الحلو إنه صار الناس بتفكر أنا بدي أصير صانع محتوى يلا أضم على الفان أحمل التطبيق sign up أجهز حسابي كل أموري جاهزة يلا إيش هو ال next step أصنع المحتوى طيب اللي عم بيحضرنا وين ممكن ينزلوا التطبيق أو وين الموقع الممكن يعملوا sign up الفان.link الفان.link وموجود على الابل store واندرويد أبل store بس يكتبوا الفان for creators أو الفان لصنع المحتوى ورح يلاقوا تطبيق أنا عم بيستخدمه already بمنصة باكنباو ده it's a great move حابب أحكي عن media kit كمان الشيء اللي بتعلق بتكنولوجية الفان إذا ممكن تعطينا شوية فكرة عن media kit أكيد لسه بعلمنا حاليا معظم الدخل لصنع المحتوى عباجع طريق إعلانات الإعلانات هاي بشكل عام عبتروح الفلوس لوين مثل كريستيانو مثل كيم كارداشين هدول اللي عاب بياخدوا على الإعلان الواحد 4 مليون دولار وما فوق بنسمع أنه اوه والله الشركات عبتصرف 18 مليار دولار على الإعلانات مع صنع المحتوى بس عبتروح فعليا الـ 1% فلما تفكر ليش الصنع المحتوى اللي عندهم 100.000 500.000 أو حتى المليون ما عاب بيجيهم هالإعلانات أولا لأنه كثروا عدد صنع المحتوى في الاكتشاف ونصير صعب وثانيا طريقة التواصل بأنني لو يحط الصنع المحتوى حاله بتجاه العميل العميل هدعب يحاول يتواصل مع ألف شخص اللي يقدر يسكر إعلان مع 101 بشان يقدموا للمديرة ويسكلوا إعلان بأسرع وقت فلما يتواصل معك المعلن نحن عملنا منصة وميزيتها بتحط إسعارك عليها كصنع المحتوى أنا بضيف سعري على يوتيوب إنستغرام تيك توك حملت من قبل ما في مشكلة وعدد متابعينك موجود فشو بصير هون الميديا كيت دائما جاهزة برابط واحد هذا الرابط ممكن تبعاته لأي حدا ممكن يشوف الإحصائيات ويتفق معك أو ممكن حتى لو حاب عن طريق الأبل بيك بدقة زر واحد يشتغل معك فيها فشو هون بيساعد الفلوس تنحجز عننا هون لسبع أيام لحتى الإعلان يخلص بهالوقت عنده فرصة العميل يشتكي أو صانع المحتوى يشتكي وإذا تمت هالفترة ممكن بعدين الصانع المحتوى يسحب هالفلوس فهون شو عملنا سهلنا الثقة بين الشركة اللي عم تكتشفك فصانع المحتوى تخيل لأول مرة يعني تخيل أنت تشوف حد على النات تقول والله هذا الشخص رهيب بس ده حواله ألفين دولار طيب هذا الشخص لو هرم الفلوس شو ده عمل ما فيش بيضمن لأنه رح يقدم الحملة فإذا العميل هذا رجع مديره وقال له والله دفعت لواحد ألفين واختفى ايش رح يصير رح يقشة من شغله فعملنا هاي المنصة بهالطريقة اللي حلو اللي يساعدنا فيه اللي لقين فائدة منه صارت نحن عندنا أسعار صنع المحتوى من كتير فئات فلما يجي العميل بقول له نحاب أعمل إعلان نعرف نقول له هذا الصنع المحتوى سعره above average or under average وبهالطريقة صار ثقة المعلن معنا أكتر فقدرنا نحن هدول الناس اللي حطين أسعارهم في الميديا كتجيب للإعلانات أكتر فهو نحن هي كل فكرتنا بالأخير بدنا نسهل آلية التواصل للشركة مع صنع المحتوى والجمهور مع صنع المحتوى لأن كل ما سهلنا هالطريقة كل ما كتر عدد صنع المحتوى فعليا نطلعوا الدخل والسؤال أنت كتوجه بتحس أنه المعلنين ميالين يدفعوا لنقول لخمسين صنع المحتوى حتى لو بوجت أقل من أنه يدفعوا لحدا كتير مشهور مبلغ عالي ولا في هيك وفي هيك هي Pyramid بيجيبوا مثلا أو نصيحتنا دائما للشركات أنه يجيبوا أوكي خمسة كبار ابنوا فيهم صداقية يحكوا رسالتكم يبنوا هوية الشركة يعطوا الاموش اللي عم تحكوا عليه بعدين ابدأ ادخل بيكبر الأصغر أصغر أصغر وبالأخير يجيب صغار كتير يعني الصغار كتير ممكن يعني صغرا مو بقيمتهم بعدد بس المتابعين يعني تكلفة الإعلان تكون أرخص معهم لساعة في بداياتهم بس اللي بيقدموه هنن ايش ممكن يحكوا على المنتج تبعك بطريقتهم هنن بس هالميد فيديو ممكن عشرة منهم يضربوا ويجيبوا نتيجة أكتر من الكبارية بس هي هيك بتوزع أنت الميزانية بتجيب لك شوي كبر بتحط أكتر شوي منهم بالوسط وأكتر بالصغر فهذا فعليا اللي عبصير مع كتير شركات وهرميا عم نحكي هذا الشي بتحسه يطبق على كل الشركات إن كانت كبيرة أو صغيرة ولا في شركات بناسبة طبعا إذا مثلا مقهى فتح جديد أو شركة بإمكانيات المادية محدودة حاليا طبعا تبدأ مع صناع محتوى 3-4 صغار في بداية وإذا صناع محتوى لسه يعني عدد المتابعين أقل بكتير في نوع من العمل إعلانات ممكن يبدأوا يثبتوا إمكانياتهم مع الشركات الإعلانات بالعمولة الأفليات أو إعلانات ما نسميها ال-UGC إعلانات العمولة هاي حتى في كتير صناع محتوى عندنا كبار عندنا 10 مليون متابعوا يشتغلوا فيها لأن إذا أنا الكصانب محتوى واثق إنه هذا العميل يعطيه نصبه 15% من مبيعاته وكل شيء ببيع رح يطلع لي 15% وبالأخير أنا عارفان يعني ربحية العميل هذا 30% لأن أوكي خليني أنا إذا واثق من نطب اشتغلي بالعمولة وهيك صناع محتوى بيبدو يثبتوا إمكانياتهم فأنا لو بحكي والله عملت لشركة أيوة اللي عندها عدسات ونظارات وبيعترنهم بهال إمكانيات خلاص رتعرف أنت شاء بتطلع ربح للعميل هذا وعلى هذا الأساس بتأخذ لك نسبة أو بتحط سعرك ممكن لإعادرتها الثانية فهي أحسن طريقة تثبت حالك إذا أنت شاطر بالتصوير أو أنت شاطر بالتصوير شيء ثاني ممكن تعملي الـ UGC أجعك المنتج صوري لهم إياها بطريقة كرييتف إلو هذا الفيديو بداهر ما أنتم تصفوا شركة إنتاج بعطيكم إياه مقابل ألف ريال ألفين ريال ألفين ريال هايك طريقة ممكن واحد يبني صيرة الذاتية مع الشركات هل بتحس أنه لسه في معلنين بيهمهم أنه الرقم اللي جنب اسم الصانع المحتوى على حساب فعاليت أو قديش فيه تفاعل بينه وبين جمهوره ولا تحس مواكبين توقع لعب صير هي الأسف نحن هاي شغلتنا كل يوم فنحن بنعرف إيش عاب تغير الترينز وهالأشياء فالمعلنين مو أنه ما عاب يعرفوا بس ما أنه عندهم إمكانية يتابعوا هالأشياء اللي عب تصيرت كتغيرات فهي واجب أنه نحن كشرك نوضح للتغيرات هاي اللي عب تصير بس فيه معلنين عب بيعملوا الشغل صح يعني ممكن أحد عمل أنا hunger station إحصائيات وأرقامهم بالسعودية من المنصات التوب بس الناس ما عب تعرف كيف كل شوي عب بيعرفوا عننا لأني منصة جدا قوية وتسويقة مع المؤثرين بطريقة creative وإعلانات كلها واضحة إيش عب تصير فيه إعلانات شركات عب تشتغلوا مع المشاهير لأنه عندهم بس أرقام الرقم مثل ما حكيت إمكانيات كتير خفت ما أحد معناته عنده يعني نحن بإحصائياتنا بألفان سميها ميزة total followers أو total followers الفكرة منه الميزة هاي إنه إذا صانع المحتوى عنده 8 مليون متابع وظل عنده 8 مليون متابع لسنة سنتين وما في أي تغير معناته ممكن تفاعل عنده خف إذا نينسع فيه يعني شوفوا مستر بيست أو كريستيان وصل عنده مليار متابع فمعناته في كتير ناس على الإنترنت ممكن يتابعوا أو تخيل صانع المحتوى ممكن تختار بدل عنده 8 مليون بس ظل 8 مليون لسنتين صانع المحتوى كان عنده نصف مليون متابع أو عنده نصف مليون متابع وزاد هذا العدد بيجي من تفاعل المحتوى فإذا معلن دينائي مترك يشوفها يشوف نمو الصانع المحتوى والمترك التاني عدد تفاعل فيديوهات مطلع الرقم كل فيديو عبنزلوك هم بشاهد عبنجيب هاي أحسن معيار بتاخدوا الأفراج تبع آخر 12 فيديو لتعرفوا اش أد توقع ممكن الفيديو القادم يجيب دي بتحس مهم الواحد اللي عم بينزل على أكتر من منصة لأنه واضح يقال it's not this or that it's this and لازم تنزل تقريبا لازم تكون متواجد على كل منصات لعدة أسباب كم يهم الواحد يحكي لغة كل منصة مع أنه إنسجرام و تيك توك بيشبهوا بعض بكتير قصص حتى شورتس وكذا بس بيبقى في شي كل منصة إلى بصمة أو إلى خصوصيات كيف بتنصح أو أن الواحد يتعرف على كل منصة وتفاصيل هو أول شي الناس كثير ما عم بتعمل لازم تنزل على كل منصات يعني المنصات اليوم هي القنوات الفضائية الجديدة في ناس جمهور فيسبوك في ناس جمهور سناب في ناس جمهور الأكس جمهور يوتيوب تيك توك إنستجرام وإلى آخر فضروري أول شي تأكد الصناع المحتوى عم بنزله بكل مكان تاني شي يس هذا يعتبر اللوكاليزايتشن يعني بتلاحظ اليوم على إنستجرام الفيديوهات الباليشت المبينة رسمية أكتر بتنجح أكتر بكتير على تيك توك الآثنتيك الطبيعي اللي كاني واحد تلصفه هدفه إذا محتوىك بيساعد تحافظ على الجمهور وتخليوني على منصتي أكتر رح أنرجح فيديو تبعك بس المعيار التاني كيف تجذب هذا الجمهور فالهوق أو بداية الفيديو تبعك لكل منصة بيختلف أو جودة التصوير فلذلك بتلاحظ في ناس بيقدر ينجح على منصة واحدة ما بيقدروا على تانين ما عارفوا كيف يعملوا على تانين ودي بيأخذ وقت يعني مثلا أنت إذا بكتنصح لأنه في سبب التغيرات اللي عم تتسارع أكتر من قبل يعني عادي تقضي لك مثلا شهر على تيك توك لتحس أنه بلشت أخذ فكرة فختمنا لتيك توك من رؤى اللي بعده لبما ترجع على تيك توك مرة تانية عادة يكون فيه شغلات تغيرت صح فيه أي تيب أو نصيحة بتنصح فيه للواحد قدر الأمكان لأنه هاي الحالة بدافقوا طهم جاب شو ممكن يعملوا ليتموا عرفانين شو التغيرات اللي عم تصير على المستوى التطبيقية هذا سؤال كتير حلو أما بتذكر أجنجح صناع المحتوى اللي اشتغلنا معهم فيه كان شي واحد يميزهم عن غيرهم بيفهموا بالإحصائيات والداتا يعني بتحسهم كتير مرقزين على الإحصائيات بيعرفوا تفاعل الجمهور ليش الجمهور ترك هذا الفيديو ليش هالفيديو ما نجح مو بس لأني نزلته ما بعرف لاش فتعلموا من كل فيديو عملتو وحاولوا الفيديو التاني يكون أحسن منه بس واحد في المية أو خمسة في المية بس قولوا نبدأ بس واحد في المية وبنفس الوقت يشتغلوا مو بس على أنه بنعمل المحتوى بعمل المحتوى لأ شوي شوي بنزل يعني لو لو ممكن أنزل على كل المنصات وأتعلم عليهم بدائما أنزل 30 فيديو بالشهر أنزل 10 فيديوه بالشهر هذا أحسن لك بكتير هذا الجهد لعشرين الفيديو التاني حطوا على تعلم الأحصائيات اكتب بالنوتس عندك ليش هذا الفيديو ما نجح وتأكد الفيديو التاني ما يكون فيه نفس المشكلة المرة تانية طيب كيف فيك تتأكد تعمل نوع من لنفترض إذا بنحكي عن مستوى يوتيوب أو أي منصة كانت كيف تعرف تتميز أنه العطل مثلا كان بالعنوان أو بالثومنيل إذا فيه ثومنيل أو بال مثلا أنا هون معدل المشاهدة أنا لأني قلت هيك لأني ما بلشت هيك أول ثلاثين ثانية كتير مهمة بأي منصة إذا عم تحكي أول خمس ثواني كيف تقدر تحدد تماما أنه السبب بعدم التفاعل شيء ما يعني أنا مثلا ما كنت ببتسم بالعادي ببتسم لابس أبيض أو لابس يعني أنه ما تغير شي غير أنه هاي يجبنا نقول عملت الفيديو مرتين وفيديو لابس أسهد فيديو لابس أبيض كيف بتقدرت تربط نجاح أو تفاعل فيديو مع الثاني أنه تقول هذا السبب وإكس لا السؤال ممتاز هو الشغل اللي لازم كناس تعرفها يعني وهي لما تعلمت غيرتلي نظرتي على كتير منصات كل منصة تفرجي كلت إحصائيات هاي كلت إحصائيات هي أهم شي للمنصة فلما تدخل على اليوتيوب وتفتح حسابك في اليوتيوب أو حتى على الفان مثلا ما تفتح التطبيق الفان بتشوف عن deals tab والcreator store هاي حطيرونا لك ياها بالنص لأن هاي نحن بتطلعنا فلوس أكتر وممكن تطلع لك أنت فلوس أكتر لما تروح على يوتيوب نفس الفكرة تدخل على القناة بفرجيك كم impression كم واحد شاف الفيديو تابعك عندما تصفح يوتيوب إذا اختار يبوش عليه وإلي لا وكم نسبة الناس اللي ضغطوا عليه وهالناس اللي ضغطوا عليها كم حدا تابعك والتابعوك كم دقيقة تابعوك تغسطا فهل أربع إحصائيات عند يوتيوب أهم شغلة نفس الشي عن تيك توك تيك توك ما في ضغط كم حدا وصل على الفيديو تابعك وكم حدا ضل عبتابع الفيديو تابعك فلو قدرت تتكتر نسبة الناس اللي عبتابعك لأول عشر ثواني من عشرة في المية لخمسين في المية الفيديو عندك رح يضرب فأنت تشوف في المنصات هاي الإحصائيات اللي عبتعطيك هاي الأساسية اللي قلاته وركز على هدول الإحصائيات بشكل عام بس أصدق كربط افترد اوكي إن كان الهوك السبب اللي خليك مثلا إذا عم نحكي شورتس هون إنه مثلا هذا الفيديو نحضر عشر ثواني هذا خمسة عشر ثاني والهوك لنقول بين الفيديو هين كتير متشابهين في طريقة إذا بك تدرس أنا شو الشغلة اللي غيرت بين هاي الفيديو وهالفيديو اللي كان عامل بالاحتفاظ بجمهور أكبر الله من ناحية الحفاظ على الجمهور الإحصائيات اللي بيعطوك هاي المنصات قوية كتير في شغلة بسموها الكيرف هاي بس بتشوف في نزلات بتصير أسرع من غيرها على الثانية فلو أنت بتطلع على أول خمس ثواني مثلا اليوم بدأت الفيديو قلت في موضوع غير لي حياتي صراحة وما توقعت يعني يعيتنا لو كنت عارفان على هذا الموضوع من زمن بعدين بدأت أن أحاول أحكي شو هو الموضوع بقارن هذا الهوك أو هاي البداية لا السلام عليكم يا جمهور اليوم حاب أحكي لكم على موضوع غير لي حياتي بقارن أي واحد نجح معي أكتر أوكي مثلا الأول نجح معي أكتر طيب بحاول أعمله variation أو نموذج تاني شوي اليوم في موضوع ما بعرف يعني عمل التأثير فيني بشكل كبير هون حاولت مثلا أكون authentic أكتر أو طبيعي أكتر بشوف هل هذا غير لي نموذج هون يعني أحفظ لي على الجمهور أكتر فأنت بتشوف هي أول خمس ثواني بتحكي فيه هذا الهوك أي واحد أبحاث على الناس أكتر وصار الموضوع رياضيات يعني مستر بيس من ضمنهم مستر بيس ما بينزل فيديو قبل ما يكون عارفان شو الـ thumbnail والتايل لأنه عم بيصرف ملايين دولارات وحتى بداية الحلقة يعني مثلا هذا البودكاست بدأنا دخلنا مثلا بطريقة عشوائية شوية أكتر فيمكن ما نقدر نحافظ على الجمهور الموجودين يمكن لهذا بس يمكن شافوا قيمة بالعنوان بالصورة المصغرة اللي خليتوا أن يحافظوا هون بس مثلا لو بدأنا هذا الفيديو وحكينا أنه اليوم رح نعطيكم ماستر كلاس أي صانع محتوى بده يدخل في هالمجال أو حرية في هالمجال بحتاج ضروري يعرفه ليغير حياته واجبنا لكم شخص اللي شغال في المجال هذا مثلا أكتر من 15 سنة يشتغل مع أكبر صنع المحتوى لساعده أن يطلعوا من دخل 50 ألف دولار لفوق المليونين دولار بالسنة فعرفت يعني تحط هوك بهالقوة ما أنت خلاص تشاف اللي قلته هلا رح بلش نبدأ فيه كهوك مش الحال نحن ضمننا مبدئيا أنه رح نحافظ على عالم معين بس هيك يعني عطينا الجمهور معلومات كتاب لفو صح بعدين دقلنا بأشياء عشوائية بتعود الجمهور بتقول يونو وات مستعد أن تظهر لأنه بدي أعرف المعلومات القيمة رح تجي أنا بالأخير يعني أيحد من الجمهور اللي عبستمعنا له الله يعطيهم العافية كمان عب يأخذه من وقت اللي يطوروا حالا فهذا الجزء كتير مهم وأنا وأنت تعلمنا كتير أشياء من شخصيات كتير جدا قوية اللي علمتنا كيف نطور بحالنا نطور بالبزنس تبعتنا بسبب محتوان فهنا نعرفوا أنه جاي أنا أستمع فقالوا بدل ما أضيع لك وقتك خلينا يعطيك أكتر قيمة ممكنة لو الناس تركز بهالطريقة مع جمهورا رح يعطوا جمهورا أكتر قيمة ممكنة كمان وين بتحب تأخذ الفان هلأ واضح صار في تحول العمود الفقر هو دائما صنع المحتوى بس بدنا نوسع التأثير بدنا نأثر على 700 بدنا نأثر على الألاف ومئة الألاف رح نحتفظ ب قدسية صنع المحتوى زائد في نقلي للتكنولوجيا وين بتحس الخطوة أو وين بتحب تكون الخطوة اللي بعدها سؤال عميق شوي بس يعني بتعلق بالنظرية اللي نحن عرفانينا في المجال النظرية المتوقعة اللي رح يصير فيها هي في العالم اليوم حاليا لو منشوف نحن أقوى الشركات أو أكثر شي الناس عبتحاول تعمله هو الحفاظ على الاتنشن تبع الكنسومر أو الشخص طب لما أنا حافظ على هذا الاتنشن وين عبتحاول أوجهه كل الشركات هتحاول توجهه لعنده ولكن متوقع المستقبل الاتنشن هذا ما رح يكون شخص واحد عنده إياها كله طبعا فيه شخصيات بالعالم أكيد رح تكون عنده نسبة كبيرة منه رح يتخذ ذكاء الاصطناعي يدبلج كل المحتوى فإذا مثلا اليوم ناس عبتسمعنا بالعربي بعد 3 سنين يوتيوب أوتوماتيكيا رح يعمل هذا الفيديو بالانجليزي وعشرين لغة ثانية فرح يصير الانتشار مو بس محلي رح يصير عالمي رح تتوزع الاتنشن أو الانتباه من الجمهور بشكل كبير فهي رح تصير قوة قوية رح يقدر يحافظ عليها موظم الناس اللي عبتحاول تنافس في المجال عبتحاول تبني واجهات إعلامية إلى لتكون هي الاتنشن هدف ألفان الاتنشن هذا بالقوة بالعدد للصناع المحتوى رح نعطيهم الأدوات اللازمة ليكون الاتنشن هذا جاي لعندهم هن ونحن نكون الواجهة اللي نساعدهم يطلعوا أكثر قيمة ممكنة عن طريقة أعطيكم من أقوى الشركات في العالم اليوم مع احترامي طبعا كله لأيلان بس شركة أمازون كثير منكم كمستخدمين لما تشتروا عن طريق شركة أمازون مثلا فبتعرفوا أنه أمازون فعليا عبتاخد نسبة 20% أو 30% من العبيع المنتج ليش؟ لأن أمازون لما تتفكر تشتري شيء عبتصير هي الواجهة تشتري أشياء كثير مثلها في نون في ترنديو في كثير منصة علي إكسبرس عبتقلع في المجال ولكن رح يتغير في العالم الواجهة أمازون رح تصير عبتنافذ يعني سهولة عمل منصة إي كوميرس عبتصير أسهل وأسهل في منصات مثل زد وسلة ساعدوا كثير الناس في العالم العربي يعملوا منصات لحالا فعبتكثر منتجات الإي كوميرس طيب الاتنشن هاي وين؟ ضلت على الاندفجل وعلى شخص ممكن حتى شخص ما يكون عنده بسوشل ميديا بس حوالي خمسين واحد بيثق برأيه بموضوع معين طيب الاتنشن هاي كلها عبتجي رح يصير تتوجه رسولنا عن المحتوى رح يصير الشراء عن طريق صانع المحتوى أو جمهور صانع المحتوى رح يصير الترفيه عن طريق صانع المحتوى ورح يصير مثل تسموه ديسنتراليزيشن يعني القوة ما بقى عند شخص عند العديد معلمة مركزي بصير متوزعة يس فالفانع هدفة تبني منصة تقدر تحتضن هل عدد الصناع المحتوى بأدواتها تعطيهم الأدوات اللي يقدروا فعليا يعني زكاة الاصطناعية كمان رح يدخل في المجال زكاة الاصطناعية رح يعمل محتوى بشكل كبير ما هذا أنا مشان هيك بدي وصل لهاي إنه شو انطباعك عن توظيف الزكاة الاصطناعية لمصلحتك أو لمصلحت أي شركة وشو المخاطر الناس اللي عم تتابع محتوى ما حتعرفه تابع على زكاة الاصطناعية بس نحن بدنا نعطي الأدوات حتى لو ألف واحد عم تتابعوك ممكن تحط فيهم تأثير ويطلع فيهم دخل يخليك تعيش حياة كريمة يعني جاي زكاة الاصطناعية ياخد وظايف عديد كتير كتير من الناس طبعا حتختلق وظايف تانية بس أتوقع رح يصير ثغرة في المجتمع وهذا الشي يعني بصراحة يعني كتير ناس تحكي فيه بشيء إيجابي وإله إيجابياته بس أتوقع رح يكون فيه سلبيات لما أفكر فيه مثلا كتير الناس لسه عاد يدخلوا الجامعات ويتخرجوا ولو ما أقدروا يبنوا شيء قوي وعندهم quality ما أحتدر تستبدل من الزكاة الاصطناعية أحتدروا عليهم فرص وصناعة المحتوى مجال الزكاة الاصطناعية رح يدخل فيه في كتير الناس في صناعة محتوى بيقلعوا محتوى هم صوتي مهنن هذا باكن باودر في ناس بزنوك أنت الزكاة الاصطناعية بدأني طريقة التصوير هلأ بحسه أول شيء كنت قول ليه طيب هلأ هم بحسه أنه إذا لابد لبه زكاة الاصطناعية يمكن ما يحسه أنه صار فيه اختلاف ما بتعرف شو يصير الفكرة أنه محتاجين نحن قوي البريند تبعنا يعني مثلا عندي ابني لما نعمل مثلا ليس الماكرب لما حاب أنه مثلا بده يسمع أغنية The Wheels on the Bus مشهورة كتير في كتير نسخ بس بعرف في صانع محتوى بنى الهوية تبعته اسمها Miss Rachel بتقدم محتوى للأطفال وموثوغة كتير فبقول أوكي جوجل Play Wheels on the Bus by Miss Rachel on YouTube فشو صار بنت البريند فرا يحتاج كل صانع محتوى يعني مشان يتحارب من زكاة الاصطناعة يبني الهوية تبعته وبنفس الوقت هالهوية يقدر يفكر فيها بطريق كيف ممكن يستثمرها يعني وهي هي هدف الألفان بالأخير يعني تبني منصة قوية ممكن تستحضن صنع المحتوى يتقدمنا للأدوات اللي يقدر يطلعوا دخل عن طريق الجمهور والشركات وبالجانب الثاني المنصات وتسهلهم ياها لأنه هو موضوع معقد كتير وصنع المحتوى المنتج الأساسي اللي عبقى دمو هو محتوىهم فخلي الأشياء التانية عليها وإن شاء الله التفاعل هو أنه كيف مثل شركات ديزني وكل شركات الميديا عندها مثلا عشر شركات تحتها كم ظل أعتبر ألفان رح تكون هي الحاضنة بأدوات الشركة الإعلامية الجديدة اللي مو بتنتج محتوى هي بس تتعامل مع منتجين المحتوى من أفراد لشركات لممكن زكاء اصطناعي نسهل وتكون الفائدة على أقل متشاركة في المجتمع بقدر المستطاع إذا كان في نصيحة كنت بحاجة تسمعها على صغر ويا ما وصلتك أو وصلتك وما سمعته نصيحة كنت أتمنى الناس تحكي ليها من أول أنه وجه المومنتم اللي عبتعمله يعني أنا في البداية مثلا بدأت ونجحت بس عدد فترة ما لي واثق منها فبدأت يكون خمس شركات ثانية فتحت متجر لصناع المحتوى نبيع منتجات وبعنا أرقام فتحت كورسات لصناع المحتوى فتحت ميوزيك ليبل فتحت برينز ايجنسي ثلاثة منهم نجحوا بس اللي صار شتتني كتير ما قدرت أعمل شركة واحدة جدا قوية صارت عندي عدة شركات إلى إيجابيات وسلبياتها بس هذا خلاني لو أوصل للهدف منه يعني أسست الشركة بالإمارات من 2017 اليوم 2024 لو كنت مركز بشغلة واحدة ممكن كنت عملت أو أقوى شي ممكن وبعدين ابني من وراء ما تبني كل أربع خمس أشياء مع بعض فالطاقة هاي عندك ركزها بشي تاني انجح فيها اعمل بعدين ابني عن طريقة يعني شركة أبل ما بنت آيباد آيفون آيرباد تابلت لا ركزت بالكمبيوتر نجحت فيها صار champion product بعدين آآ باي فون ونصيحة تانية ممكن أضيف عليها انه نحن حاليا المجتمع كثير ناس عبتحاول تطور حاله آآ وتميز حاله بس معي قصة آآ من حدا نسيت مين بالزبط بس كان عب يحكي على ستيف جالز مؤسس أبو آآ وحكي ستيف جالز بمرحلة من حياته لما كان عب أسس أبو آآ تخيل الشركة نحن الواثقين كله مننا مشوه ومش شركة آآ غير الأسس الشركة بس منتجات أبل يعني ديزاين حلو الإكسperience حلوة هاي كله أخده من السوبر باور يعني هو السيئو بس بنفس الوقت عنده كرييتف سايد فإيوش آآ بس لما سمعت المعلومة قلت إيش هي الجهة اللي بحب أتعمق فيها كتير وهي كانت علم النفس أصرت أفهم لما أحكي مع حدا أشوف إذا مثلا نعمل إيديا هيك لما حدا مثلا بدأ يطلع محل تاني بعرف تفاعل اللي عب صير معهم فهذا عطاني القوة عارف أتحكم بالconversation وبنفس الوقت أقنع الناس بأشياء وساعدهم يطوروا حالهم لأن يعرفين إيش العقبة اللي عب توقف فين وراء نجاحهم وهذا بالأخير المنتج تبعنا عم نحاول نقدم خدمة أو منتج لصلنا على المحتوى لازم أعرف كيف هدول الناس عب حسوا لما يفتحوا تطبيع لازم أعرف كون الواجهة يعني معظم الناس بتوقع لما أنت عب تعمل فيديو الناس قاعدة بالبيت عب التلفزيون عب تابعوك بس معظم الناس بتكونوا مثلا بتتخط في حين الغطة وعلى الجوال عب بس عب تفرجوا على الفيديوهات فلما تعرف هذا الشي مظهريتك بالحياة تتغير مظهريتك في المحتوى اللي بتقدمه بتغير وبيكل بكل شي بتغير موضوع كتير مهم لإله ولإلك اللي هو الموسيقى بتحس هلا أنا أعتقد أنه المستقبل رايع على مكان هذا الحكي بيصب بالتشتت اللي عم تحكي عنه هس رح يخفوا الفنانين اللي بس فنانين رح يضطروا يكونوا فنانين زائد صنع محتوى يعني لبناء أو لترويجة ذات والفن فعليا معمولي لخدمة هيك أشخاص صح شو أحسن طريقة اليوم للي حابب يا يبلش صانع محتوى أو يغني يصير صانع محتوى كيف يعني شو النصيح الممكن تعطيه لا يعطي لحال ومجال أنه الحالتين أو لا يحافظ على بصم ما تحميه من الدستانيشن الثاني سؤال سؤال قوي مع دخول ذكاء استناعي المنافسة رح يصير أقوء أقوى رح يصير التمييز هو تمييز عاطفي ليش الناس بده تتابع العمل اللي انت نزلته لأني في قصة بهذا العمل في سبب أنا ليش هبتتابعه فكتير مئة وقت واحد بسمع شغله بتأثر فيه لأني بيعرف القصة اللي وراها مقارنة تسمع أي شيء على بلايليست عادي ممكن تعدي عليك فهي النصيح مو بس للفنانين أي حاد بده ينجح بحياته وبشي لو ما دخلت في مجال صناعة المحتوى وما بدأت تصنع محتوى انت المصدر الترافيك اللي رح تجي للشي اللي عبتقدمه يا شيء خيري يا شيء فني يا شيء ترفيهي ما رح يكون عندك ترافيك سورس لأني بقول لك كمية الأعمال اللي عبتنزل على سبارفاي أو المنصات لهذا يمكن أقل من واحد في المية عبتجيها فوق الألف مستمع فقليش؟ لأن كثرة المحتوى طب انت كيف ممكن توجه ترافيك اصنع محتوى صير كصانع محتوى قدم محتوى بتعلق بقصدك بالعمل اللي عملته ووجه ترافيك لهذا العمل صدقني يعني اتوقع الشغل الكتير الناس ما اللي عرفانه انه نحن تعودين على أسماء معروفة ولكن الجيل الجديد اللي عب يقلع اللي عب يعرف يستعمل الأدوات وعب يشتغل بهذه الطريقة رح يصبق كثير من الفنانين والشخصيات الإعلامية سهلون زمان طلعينا والناس اللي عب نسعوا الناجحين وrelevant في المجتمع لانه عرفوا يتواكبوا مع الترينز الجديدة من جميع الأوقات يعني مثلا في كثير فنانين يعني في فنان مثلا توم كروز كثير منها تابعنا له أعماله بس بنفس الوقت لو ما حكيت لك عنه ممكن نسيت الشخص عرفت كيف لو عرف يتواكب مع مجال السوشال ميديا رح يضل نفس الشي للفنانين أنت لما تفكر بشخص كنت تحبه كثير بس بعدين صح والله صلي زمان ما سمعت له هذا الشخص ليش صاروا out of mind بس لو كان كل فترة عب نزلوا شي محتوى بحياتهم بقسهم بالجورني تبعتهم رح يضلع بتتابعهم وبالعكس الناس صح فيه مجتمع فيه أشياء سلبية كتير بس المجتمع صح فيه أشياء إيجابية كتير وبتحب تدعم حدا بمسيرته فلو أنت بتغطي مسيرتك اللي عتحاول تعمله الناس اللي ما تنزل العمل رح يكون من أكبر مشجعينك وهذا الشي جدا جدا مهم فأنت بأي مجال داخل فيه ضل عتحاول تنشر محتوى وما تكون متعلق بأنا فنان هذا مو شغلتي لا أنت بالأخير بدك تنافس إذا بدك تكون بس فنان ومو شغلتك العمل تبعك رسمة نجاحه بتنزل من خمسين في المية لخمسة في المية وممكن تنجح بالخمسة في المية بس لو ما استمرت على الفورميلة الصح بصناعة المحتوى بعمل أثر في المجتمع بعدين تقديم عمل فني بنفس الوقت ما رح تنجح طيب موضوع الأورساتوريشن يلي هلأ فيه منافسة كبيرة فاحتمالية أنه حدا يمل منك شوي خفيفة لأنه صار فيه خيارات كتير بس كيف أو شو بتنصح الشخص يعمل إذا بده يحقق نوع من ال يعني if you overshare يعني بدك تحافظ على بين أنك you're oversharing وفي شوية privacy على خصوصي كيف بتشوف الموضوع أو كيف تقدر تحافظ تلعب على موضوع كل شيء بوقت وحلوها الأقصصي فيه قاعدة بتقولك أنه الناس ما بتتذكر شو حكيت لهم بس بتذكر كيف خلتك تحس بهذاك الوقت فاكتير واحد لما يسمع مثلا عمل أو أغنية أو إيش مكان بتجيك إحساس معين فالفكرة أنه هذا الإحساس حاول تظل تشاركه مع جمهورك وما ضروري بوقت كبير بس يخلي يميزك يعني فيه ناس أنا بتابعهم لما مثلا بكون بوقت بالشغل وعبعاني من الشياء معينة ومضغوطين فيه ناس بيعطوني تفاؤل بيعطوني الإكسايتمنت والحماس بأنه ظل أثابر لأني بشوف شوف الطاقة اللي عبيعطونيها فبرجعني بنفس الوقت معي كتير ناس بتابعوني لأني بيعرفوا قصتي من بدايات فتحسوا لسا عبتفاعلوا معي لأني بإذن قصة real life story عبتتكون فبنفس الوقت يعني لتتميز زكاة الاصطناعي ما رح يكون فيه إله الامotional connection وفعليا اللي عبصير مع العالم العالم مع كثرة الإنترنت عبصير منغلقة شوي أكتر يعني نعم نظل نحن عم نتواصل مع بعض فعليا ما عم نتواصل مع بعض عبتدور الناس هاي على emotional attachment بره ممكن تكون على الإنترنت فلذلك بتشوف الفعاليات لما يجوا صناع محتوى بأي مكان الجمهور بيرقد عليهم لأني يعني كتير بيكون أوقات مع صناع محتوى بيجيون الجمهور بقول له واحد إنه توقع عنه وإنتم يكون أحسن صحاب يعني سلوبك أنت هاي كتير شبيه لإلي وهالأشياء الجمهور هذا بيكون نيتو خير بس للأسف صناع المحتوى بيجي نفس الحكي كتير فما عم بيعرف يعبر بنفس الشغف والإندفاء بالأخير يعني ضروري يتأثر في مجتمعك أو جمهورك بطريقة فريدة إليك وهي رح تخليك تحافظ عليهم فلو أسرت بطريقة كويسة ما بتحتاج كل يوم بتنزل في ناس تختفي بعد سنة وبترجع تنزل مرة ثانية بس لأن يقدروا يبنوا هذا الأثر من standard أوي بالطريقة المحتوى أو بالقيمة اللي عبقى دموها يعني مثل أحمد الشغيري كثير مثلا تربوا بالسعودية تحديدا تابعوا برنامج خواطر على العاشر سنين مثلا هلا ما بمعرف شو عب سوي بالزبط بس لو رجع بعد سنة رح يقدر يظل ناجح لأنه بنى أثر كثير بيجيل كبير أو trend مثلا حلوة شفتها أنه Space Tune كثير من اللي ما كنا صغار تربينا عليها وتابعنا مسلسلاتهم وإفلامهم فاللي بصير بقول لك شفت طلعت trend قريبة أنه أنتوا يجي للمستقبل وينكن حاليا عمل هاد أثر كبير في المجتمع لأن Space Tune خلالك تحس بشي بطفولتك بهذا فركز على جانب emotional المشاعر وهذا ما معناته أنه overshare وإحكي معلومات أكتر أكيد هاي شغلة يمكن من أهم الأجوبة اللي بسمع بما يتعلق بهذا الموضوع كتير كتير بما كانو موضوع mental health قبل كان فيه تابو أنك تحكي تعبان كذا تجاوزنا هاي المرحلة أنه تابو بس خاصة ضغط المثابرة و يعني كتير صعب الواحد يحافظ على سوية معي نواة وخاصة بيشتروا بصناعة المحتوى يعني بيمروا برولر كوستر من المشاعر بيكونوا متفائلين كتير محبطين كتير شو الدروس يعني من خلال أنت يعني تعاملت مع العديد من كبارية المؤثرين على منصات شو بتحس كنمازج أهم سياسات أو سلوكيات التبعوا ولا قدروا يحافظوا على الثبات العاطفي والنفس هو سؤال صراحي كتير ناس ما بتعرفه كتير مكالمات اللي حكينا فيها مع صناعة محتوى بيكون وضعهم يعني مرتاحين وقال الله نعم عليهم وكل شي بس بيكونوا مرحلة الاكتئاب اللي توقع أنا إيش فأتي بالحياة وهي بتصير بس توقع اللي قاعدة ليش عبتصير مع كتير الناس ما عارف هنين إيش الهدف نلعب قدموه فلما واحد يعرف الهدف اللي عب قدموه ويكون حاطة هدف لحاله ممكن هذا الهدف يتغير يعني ممكن هدفك أنا بدي أوصل لمرحلة وين قدر عيش أنا وعيلتي مرتاحين ممكن الحمد لله كتير من الحق قوى بس المشكلة برجعوا بهذا الجانب طيب أنا معي مليون دولار في البنك وبعدين أتوقع كتير الناس عب تسمعها هاي إنه بقول شو مين هذا المعاج وعنده مليون دولار في البنك وعب يش كيم الحياة شوفه وضعنا وأكيد كل واحد إله وضع بس هالشخصيات لأنني ما كونوا هدف جديد بالحياة يعني وهي شيء أي حدا بيعاني فيه مثلا لما تعدي معي ظروف واحد شوي أول شيء بتذكر إنه الله لحطني في مكان أنا فيه إنه حالة نعمة كبيرة وبريفليج يمكن مئة ألف واحد بتمنها فلازم أكون أول شيء thankful على هذا الموضوع ثاني شيء لازم أعرف إيش هو الهدف اللي عب خليني فعليا أثابر بهذا الشيء والفلوس بتروح بتجي أوكي صار معك مئة مليون دولار صار معك whatever ممتاز بس الموضوع طب إيش هو الهدف اللي عب تحاول تكونه كل واحد شفته نجح عرف يكون هدف بمسيرته من صناع محتوى وهذا قدر يخلي حتى علاقته مثلا مع الحوالي أوضح أنا عندي هدف على ما يسطون وبغيره أنا حيضة هدف لحالي بس الهدف اللي بحكي للناس ما تعمل له الشعر لاني دائما شو السبب لاني لو بتحكي أنت بالهدف ليش عب تشتغل وبتحكي تدقى تحكي للناس إيش هو هدفك رح تحس أنه والله أوه برافو والله بصراحة هدف كتير ممتاز فرح يجيك الدوبامين هيتس اللي كنت عب تدور عليها ولو تخلي هذا الهدف لحالك والثابر وإن شاء الله يوم الأيام الكل يوصل عليه ورح تحس بشعور ممكن ما حدا أحاس فيه يعني فيه فيديو انتشر لملاكم بظم من تاريند ما بدي أخطئ في الموضوع بس نجح وحكى بكلمته لما ربح كان كل ضربات وعب يحكي أنا بدي إياكم تحسوا يا جمهور بالشعور لأنا عب أحسوا اليوم لأن هذا هو الشعور يعني ما في مثله شأت تغبرت بحياتي إن شاء الله كل واحد منكم يحس بي هذا هو الشعور وهي الشعور الكل واحد في عالي أنا بحاول يعمل شي حاطت هدف بباله لأيوصل له وهذا بيساعدهم شوي يتجاوبوا مع المنتل هالث والضغط العبسيون لأنني بالأخير هذا الهدف sometimes بيكون بستاهل وإذا ما بيستاهل معنا تطلع على وضعك الحالي ممكن أنت اكتفت ويغير هدفك لشي تاني هو موضوع مو بس مثابرة وبناية البزنس إذا في كتير الناس تكون رضيانة على شي أقل بكتير وممكن أنت رضيان عليها بس ما تدور على الدوبامين بشي تاني حاول حط هدف فلين يعطيك هذا الشعور مشكور جدا محمد يعطيك العافية إذا أنت خلنا بحلاتات عميقة شوي يعني لا يمل أبدا وبحس بيلقى نعمل إسا حلقات ممكن نفوت بشغلات تكنيكو أكتر أو شيء العلاقة بانت كسي او هارجال انفاسمينت وهالقصة صيفة بحر بحر وتشكرك كتير على كل شيء شاركتنا يا والله يعطيك ألف عافية شكرا لوقتك يعني كتير استطاعت إن شاء الله يعني there's a big feature ahead for you إن شاء الله أعطيك رفا أعطيك شكرا شكرا شكرا